السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس تعلمية اونلاين. ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من كورس مهارات اللغة الانجليزية للثانوية العامة. وزي ما ذكرنا في الفيديو الماضي اهمية مهارات اللغة الانجليزية لطالب المرحلة الثانوية. وخاصة طلاب الصف الثالث الثانوي. سواء كانت مهارات القراءة اللي احنا كلمنا عليها في قطعة الفهم زي ما نسميها واخدنا الفيديو ده المرة اللي فاتت. ولو ما كنت شفت الفيديو ده هيظهر لك الرابط في على الشاشة انا بتكلم او هسيب لك الرابط في الوصف اسفل الفيديو او هثبت لك الرابط في التعليقات اسفل الفيديو. والنهاردة هناخد النوع الثاني من المهارات اللي هي مهارات لكتابة هناخد النهاردة الجزء الخاص بعلامات الترقيم وهنبدأ باول حاجة في الحروف الكبيرة او استخدام الحروف الكبيرة. وما تنسوش تحمل المذكرة في الرابط في الوصف اسفل الفيديو. وكمان بفكركم ان احنا هنعمل جروبات لجميع المراحل وهيتم الاعلان عن التفاصيل بتاعتها على منتدى القناة. تابعونا عشان تعرفهم التفاصيل ان شاء الله. هنتكلم النهاردة على استخدام الحروف الكبيرة. هنتكلم عليها بالتفصيل. وانحل عليها السئلة. وكمان هنقول السبب بتاع الحل. يلا بنا نبدأ. اول حاجة هنا في اول نقطة. بقول لك طبعا اي في اي مكان في الجملة بمعنى انا بينكتبه كابيتل. فما قول ايه? I go to the club once a week. شايف اي فاول جملة هاي? ايمن اند اي يعني ايمن وانا like football. يبقى اي في اي مكان بيبقى كابيتل. اول حرف في الجملة الخبرية. الجملة الايه الخبرية? اول حرف في الجملة زي قولك ماي شايف الام كابيتل? father is a doctor. lions are meat eating animals. نقطة ثالثة. اول حرف في السؤال. why are you angry? do you speak English? هنا الحرف ال W capital وال D capital. النقطة الرابعة. اول حرف في جملة الامر والنهج. مسلا نقول لك ايه? use المعاصر to learn well and get high marks. استخدم المعاصر عشان تتعلم كويس وتحصلها دراجات عالية. don't طبعا الاولين ايه امر مثبت والتاني امر منفي. سواء ب don't او بنيفر برضو اول حرف فيهم capital. don't eat او never eat too much carbohydrates. يعني انا تأكل ايه? كربوهايدرات كتير يعني. النقطة الخامسة يقول لك ايه? اول حرف في الجملة التي تأتي بعد النقطة. او علامة الاستفهام او علامة التعجو. يعني لو جدوا في وسط الكلام يعني اللي بعدهم عارضوا يبقى ايه? يبقى capital letter. يقول لك ايه? عبدالرحمن is thin. هنا فيه فلسطوب. الفلسطوب معناها ان الجملة انتهت وهبدأ جملة جديدة. بدلا هبدأ جملة جديدة يبقى اول حرف capital he doesn't eat much. why is she unhappy? ده سؤال كامل اهو. في عندي هنا question mark. فبالتالي بعدها على طول ابدأ ايه? ابدأ جملة جديدة. او سؤال جديد. has she heard bad news? هنا الage capital. watch out احضر او احترس بيحضر اهو. تمام? جايب لعلامة التعجوب هنا. وجايب بعدها the capital. you are going to drop the dishes. تمام يا جماعة? طيب النقطة الساعة بقى. اول حرف في كل سطر شعري حتى لو لم يكن يبدأ جملة جديدة. يا مسئول لك ايه? ديت مثلا جايب لي ديت فقرة من ايه? من قصدة شعرية. وكل حرف فول فقرة او فول سطر يعني اول سطر شعري بيبدأ بايه? بكابتال. a million stars up in the sky. تخصي القصدية تخصي بشك سبير. one shines brighter i can't deny. a love so precious a love so true. a love that comes from me to you. يبقى لو تلاحظوا ان كل سطر شعري يبدأ بايه? بحرف capital. هنا بعد كده نقطة السبعة. اول حرف في اسماء الاشخاص سواء كان موقعه في بداية الجملة او في وسطها او نهايتك. يعني ايه? اول حرف من الشخص سواء في الاول في نصف الاخر. i saw omar in the street. my daughter is called rudain. عمر جي في نصف الجملة. رودين جات في اخر الجملة برضو الار كابتال فأي مكان في الجملة بتاع اسماء الاشخاص. النقطة التامنة اول حرف في اللقب الذي يتبعه اسم شخص ركز في الكلام ده. اللقب وراء اسم الشخص اللي ايه? الخاص باللقب ده. سواء كان موقع اللقب في بداية الجملة او وسطها او ايه نهايتها. لم يقول لي. اريد اباوت كينج فارو. انا قريت عن الملك فارو. جاب لي هنا اللقب اللقب الملك. جاب وراء اسم ايه? شخص نفسه. ويصوت دكتور الا ان كونفرانس. شوفنا دكتور علاء في المؤتمر. يبقى دكتور دي كابتال وراء ايه? الشخص اللي احنا بنقول عليه اللقب ده. جاب لي مصر وراء محمد. تمام? طبعا عندما يأتي اللقب بحرف كابتال دون وجود اسم شخص بعده. فيكون المقصود به هنا ايه? طبعا ده شخص متعرف عليه في هذا المكان. فلما اقول لو انا مثلا في السعودية اقول ايه? والله انا زورت السعودية وقابلت الملك. ملك مين? اكيد طبعا ده كينج اوف سيود اوريبيا. اكيد ملك ايه? ملك العربية السعودية مش ملك ايه مكان تاني. تمام? النقطة التاسعة. ولك لو اول حرف طبعا من اسماء البحار والبحيرات والمحيطات والانهار. سواء كان موقعها في بداية الجملة او برضو وسطها او نهاية تفايا مكان يعني. لم يقول ايه? المحيط الاطلانتي موجود في غرب افريكا. اتلانتيك الايه كابتال واوشن الاو كابتال. انا عايز اعرف اين تكون بحرد فكتوريا. ال И كابتال والف كابتال. البحر الاحمر الار كابتال والاس كابتال؟. وهي دات كلام موقعه يعني. esté ايه كابتال يوروب وعند كلمة فرانس برضو الف كابتال. تمام? النقطة العشرة اول الحرف في اسماء الاعلام. يعني هيه اسماء الاعلام؟ يعني حاجات مشهورة يعني. اي اسماء او القابل الاشخاص او الاماكن والimi سواء كان موقف برضه في الأول أو في النص أو في الآخر. يقول هنا ايه I visited plantes island in Aswan. والله انا الظرت ايه منطقه في Aswan اسمها جزيرة النباتات اسمها plantes island. كايريو طور برج القاهرة was built in the nineteen sixty. قولك برج القاهرة انبنى في الستينات يعني الاف وتسعمائة وستين لعدى الف وتسعمائة وستين. رقم احداشر. اول حرف في اسمها الجنسيات سواء كان موقفها في بداية الجملة او وسطها او نهايته. قولك ايه الإيجيبشن هنا آخر كلمة لو ممكن يبدأ يقولي الناس اليابانيين يعتبر عندهم حيوة ونشاط نوت 13 أول حرف في الأسماء واستفاضة دلع الديانات سواء كان موقوحة في بداية الجملة أو في النصة أو في الآخر مثلا يقولي المسلمين اللي هم المسيحيين اللي هم اليهود احنا عارفين أن المسلمين والمسيحيين واليهود بيتبعهم ديانات سماوية تمام يبيني يقولك أول حرف من أسماء أو صفات دلع الديانات رقم 13 أول حرف في أسماء اللغات سواء كانت في الأول في النصف الآخر مثلا هدولك هنا جون بيكلم انجليزي وعربي بطلاق يبيني أسماء اللغات أول حرف من الكلمات الهامة في عنوان الكتب والمقالات والأفلام والروايات مثلا هتلاحظ أن كلمة كينغ لير اللي كابتل اللي كابتل جرني الجي كابتل سنتر السي كابتل وإيرث الإي كابتل تمام هنا مثال تاني أولك بيقول لك أنا قرأت مقال تمام طبعا من ضمنه بيقولك ايه ازاي استخدم ايه الحرف في الكابتل وده يعني وان مقال فبالتالي جبت ايه الحرف بتاعته كابتل خلي بالك بقى هنا قطينا ممكن تكون تكفيزينك دلوقتي ولك هنا في الأمثلة السابقة حرف الجر أدوة التعريف والتنكير حرف الجر زي تو مثلا أدوة التعريف والتنكير زي كلمة ذا أو آ أو آن وأدوة الرابط والتخيير زي أن أو أور غالبا ليست كلمات هامة فبالتالي اللي تبدأ بحرف كابتل في العنوين تجيبها حرف اسمونه زي ما في العنوين اللي فاتوا بتاع كلمة جير نتو سنتر وتحت يقول لك وبعدها كمان يقول لك فدي ما عملناش إيه حرف كابتل النقطة الخمسة تشر بقى يقول لك أول حرف في أسماء هي من الأسبوع طبعا واختصاراتها سواء كان موقعها في الأول أو في النصة أو في الآخر يقول لك أنا مروحتش النادي يوم وروحش النادي يوم الجمعة يعني كل يوم جمعة يعني بروحش النادي بعد كده طبعا رقم ستاشر يقول لك أول حرف أسماء الشهور السنة واختصاراتها سواء كانت برضو في الأول أو في النصة أو في الآخر يبقى يوم الأسبوع وشهور السنة مصر محمد واسبور on September 26th 1906 أو 76 هنا ده جايب لك تاريخ هوات وجايب لك سبتمبر الاسي كابتل 26 سبتمبر يعني مثال تاني يقول لي our great soldiers crossed the seaway scandal on 6 October هنا برضو يقول لك إنه نعيز لك إن الجنود بتاعنا الجنود العظمية بتاعنا يعني عبروا مقانات سويس يوم 6 أكتوبر طبعا هو ده التاريخ مكتوب كده بالبريتش بالطريقة البريطانية ممكن أقولها بالأمريكان فهنغير يقول لك on October 6 American ده يتبع طبعا في السيبس من أكتوبر والإثنين بالطريقة صحة في كتابة التاريخ بس هنلاحظ إن أكتوبر هنا في الإثنين جاي إيه جاي إيه جاي كابتل تمام ينتهي للنوتة تانية رقم 17 يقول لك هنا أول حرف في أسماء القرات والدول والعواصم والمدن سواء كان موقعها في بداية الجملة أو وسطها أو في الآخر تمام يقول لك مثلا إيه Britain بريطانيا whose capital London اللي عاصمتها لندن is in Europe هنا جايب لي طبعا اللي في النص دي بين كمتين دول يبنون لها بالعربة كده جملة اعتراضية ممكن نشيلها والمعنى الصحيح I enjoyed my visit to Dubai أنا استمتعت بإيه بالزيارة بتاحت الدبي برضو هنا جايب لكلمة دبي مدينة دبي هنا دي كابتل أو الحرف من الكلمات الدلة على الفترات والأحداث التاريخية زي مثلا إيه I studied the ice age أنا درست العصر الإيه الجليدي طبعا العصر مشهور في التاريخ أو الحرف من أسماء الكتب المقدسة زي مثلا إيه Holy Quran أو Holy Book اللي ينجيلي مثلا The Bible لكلها الحروف بتاعتها كابتل اللي هي بي كابتل بتاع Bible رقم العشرين يقول لك إيه أول حرف من أسماء الأعياد زي مثلا إيد الفتر إيد الأطهى شام النسيم كريسماس دي كلها important festivals يعني مهرجانات وأعياد إيه هامة أول حرف من أسماء المركات الشهيرة مركات سيارات مركات موبايلات دي كلها بنقول لها إيه زي السيارات وتلفزيونات والتلفزيونات المحمولة بنجيبها أول حرف منها كابتل زي مثلا كانت تعاودي بعندي نوكيا اللي كان عندي يتلفون أوبو دلوقتي تمام جميع حروف اختصارات الدول والمؤسسات سواء كان موقعها في الأول أو في النصف الآخر بل لك إيه شايفين مكتوبة زي ما فيش بينهم نقطة ممكن أجيب بينهم نقطة ممكن أكتبها زي ما هي في إيه جمهورية مصر العربي الثلاث سيغصح زي اللي إيه لغم المتحدة United Nations is in the USA USA شايف كتبها زي من غير نقط باكتبها بنقط عادي وفي الآخر جاء بالأصل الكلمة United States of America رقم تلاتة عشرين جميع حرف اختصارات بعض الكلمات والمصطلحات زي كلمة TV تليفجن CD كوريكولم أوكي أوكي دي كلها اختصارات بعض الكلمات والمصطلحة فرقم اربع عشرين ولكيه جميع حروف اختصارات الحروف الأولى أو الأحرف الأولى بيقول عليها يعني ايه الأكرونيمز دي الأكرونيمز ديبعة في عبارة باخد أول حرف من كل كلمة في العبارة دي مثلا كلمة العبارة بتاعت save our souls أنكزونا بيختصارها ايه S O S كلها كابتل ايه love أو تلاود يعني اضحك بصوت عالي L O L اللي بنستخدمها في الشات دي تمام اسمها Lul تمام number 25 بقول لك خلي بالك بقى الجملة بقول لك لازمانتي بالجملة الكاملة دخل علامات التنصيص بحرف كابتل لما قول لك ايه do your homework do your homework أحمد يعني نعمل واجب يحمل فبالتالي دي كابتل هنا لدي جملة كاملة لكن ازا كان الكلام داخل علامات التنصيص مقسوم مش جملة كاملة يعني يقول لك ايه طبعا ما ينفعش اجيه بحرف كابتل زي ايه how are you هنا كابتل طبعا بقى شو قال له ايه he replied old weak and unable to walk يعني كبير في السن وضعيف مش قادر يمشي بقول لك بقى لاحظ ان كان كلام لو كان كلام داخل علامات التنصيص يعني مقسوم على جزء اين الجزء التاني ما يبدأش بحرف كابتل الجزء التاني ما يبدأش بحرف كابتل بأكد عليها مثلا keep quiet said malak ملك بتقول ايه keep quiet وبعد كالت ايه because baby is asleep كملت كلامها اذا الكلام اللي عايزة تقوله ملك اسمته على اتنين فبالتالي جزء التاني ما يبدأش بحرف كابتل يبدأ بحرف ايه small وجيه دلوقتي دورنا مع هل اسئلة على جزء اللي احنا هنا دلوقتي اللي هو وزي ما اتفعنا قبل كده لما ديك تحل معايا اسئلة واقف الفيديو شوف الجزء اللي قدامك من الاسئلة حلوا الوحدك عشان تقدر تقيم نفسك بعد ما تحل معايا وتشوف ايجابتك صح ولا غلط تمام اول حاجة هنا نمبر ون هنا بيقول لي يعني ايه من التالي دائما يبدأ بحرف ايه بحرف كابتل لو ركزت هتجد ان اول حاجة هنا اقول لك ايه ايجيبت طبعا يقول لك هنا ايجيبت دائما بتبدأ ايه كمان مش الكلمة ديك لا هو السؤال دائما بيبدأ بحرف كابتل يبقى عندي هنا الاتنين صح يبقى لتر دي ايه وبي صح طبعا الاسئلة في الامتحان بتيجي بنفس الطرقة دي هتستغربوا الاسئلة شوية لكن هي بتيجي كده فعلا اي من التالي يعتبر ضمير طبعا هتبقى لتر بي احنا قلنا الضمير اي كابتل ديت معناها انا لماذا لا يسمون بيبقى شي نضمير اي من التالي دائما بيبدأ بحرف كابتل هل هقول اسماء الاساس اخر حرف في السؤال طبعا لا اول حرف في العبارة او في الجملة طبعا دي صح اول حرف من الاختراع طبعا لا ايه وليتر سي هي اللي جاء صح يعني اي من الجملة التالية فيها علامات تركيم مثالية مع مرة بطريقة صحيحة يعني هل هقول ركز بقى عشان ايه ممكن هنا تبنشي بنظام الاستبعال الكلمة الخطأ او الجملة الخطأ السابعة دي جملة على طول بتاعتها لم يقول ايه او ماي جاد ار يشور ذي سكار از ايمان بقوله يعني انها ربيض يا اله هل تعتقد هل انت متأكد ان العربية دي بتاعت ايمان لو انت ركزت هتجد ان هنا اعتقد الجملة دي صحيحة طب نشوف التانية او ماي جاد يبني علامة التعجب بعدها سمول لا دي سمول دي ار هنا لا يبقى جملة دي غلط تمام طيب هنا او ده بدأ هل من الاول اصلا يبقى دي برضو غلط حتى بعد علامة التعجب برضو جايب اللي ايه سمول مفروض اللي بعد علامة التعجب ونقطة علامة بجيب ايه كابتل في الجملة هنا برضو الجملة ديت مش مظبوط قال ليه في الاخر هنا قال لك ايه ايمان جمع اسم ايمان هو ايمان هنا بيتجمع لا اسمانها ما بتجمعش في بالتالة دي برضو غلط يبقى تبقى تمام نمبر فايف شوف الجملة برضو نفس السؤال اللي فات بس بطريقة تانية اختر الجملة اللي فيها علامة الترقيم صحيحة اول حاجة طبعا ماي بدأ من اولها كده ماينفحش بدي غلط شليم هنا التانية المعاصر مش المعاصر ده اسم كتاب تمام فالمفروض اللي انت بقى كابتل يبقى دي برضو غلط جايب لي هنا علامة السفهام ودي اصلا جملة خبري برضو ديت غلط ايبقى ديت برضو ايه غلط انا مش اضغط حتى الايه الكلمة الخطأ ازا الحل الصحيح بقى اخر واحدة بقول ايه بقى المعاصر طبعا كلها ممتهيب نقطة والمعاصر مكتوبها كابتل والام كابتل في الاول فبالتالي ديت اجابة صحيح برضو بقول لك ايه من التالي فيه طبعا علامة ترقيم مثالية هل هقول اول واحدة ده من اقولها كده اصلا فيها خطأ ايه الدابليو كابتل ده جايبها السمول دي غلط وفي الاخر بقول حط لي نقطة وده اصلا سؤال طب التانية لتربيك نفس الكلام الدابليو برضو هنا ايه برضو ما دنفعش هنا السؤال ماشي مية مية وفي الاخر جه حط لي نقطة في اخر السؤال فتبقى غلط يبقى الاجابة الصحيح عن دي ايه نشوفها كده نأكد عليها دابليو كابتل وير وين احمد اللي ايه كابتل قبلها كومة لان احمد هنا منادة وفي الاخر علامة تستفهم يبقى ايزا اللي جابة دي صحيحة نومبر سيفن سما وجميل الكلام اوبن يور ماوث جايب له كومة في الاخر طب لو دي جملة عادية ازاي هجب في اخرها كومة دي غلط وازاي الاو يبقى هنا كابتل ما فيش ايه قبلها ايه حاجة يبقى ديت غلط هي هنا بتكمل كلامها فبالتالي هنا الاو غلط فروق انجاب هال زي تمام يقولك ايه هنا سما يعني يا سما افتح ايه افتح فمك او افتح بوقك تمام يبقى ديت برضو صح لتر دي الاو كابتل برضو غلط فبالتالي هنا ديت ايه اجابة خطوة وفي الاخر حتى كمان دي مفروض ديت جملة امر وجب لي هنا علامة السفام في الاخر فدي برضو غلط مية في المية هنا بيقول لي نقط سما يعني هنا ايه بقى هو هنا جايب سما في الاخر كمنادة يبقى انا عايز اقول ايه عايز اقول هنا افتح بوقك يا سما اوفتح فمك يا سما يبقى هنا تبقى الاولانية open your mouth سما تمام وجب لي هنا في الاخر كومة طب نشوف التانيين غلط ليه open your mouth وحطي لنقطة وسمة اذا هو فصل بين الاثنين ودي غلط طيب هنا كومة open your mouth من فحش الجملة تبدأ بكومة هنا الاخراني يقول لك open your mouth يجب لي كومة المفروض هنا open دي اول حرف يبقى غلط فروكة تبقى كبتا تمام ايه من التالي في علامات ترقيم صحيحة ومثالية هنا اول واحد يقول لك what الدبلو اصلا من اولها كده small فدي تبقى غلط وحتى بعد علامة السفام قال لك q y small لا طب لطربي يقول لكين ايه what علامة السفام you must be joking المفروض هنا you دي تمام وهنا علامة التعجب في الاخر دي ما فيهش مشكلة دي طيب letter c what قبل علامة السفام you must be joking اعتقد دي اجابة صحية يبقى دي letter c طب نشوف letter d كده what قبل هنا علامة التعجب قبل وفي الاخر قال له ايه you must be joking قبل علامة السفام دي هنا مستغرب من كلام فزي يجب علامة السفام فدي خطأ يبقى اللي جابة صحية letter c فعلا number ten which of the following is perfectly punctuated اي من التالي يعتبر مع موضوع له يعني علامة ترقيم صحيحة او بترقيم مثالية sama open the door وما فيهن الكومة هنا مفروض جنجاب كومة هنا يبقى دي غلط تمام يبقى هنا المفروض هنا مفتقدين للكومة letter b open the door sama المفروض لو جاب سما في الاخر اجاب قبلها كومة في الجزء دي حتا دي ما فيهاش يبقى دي غلط جاب لي سما الاس كابتل اس سمول هنا سوري مفروض تبقى كابتل يبقى دي برضو غلط طب الاخرانية sama open the door اعتقد دي الايجابة الايه الصحيحة لاني جاب هنا اس كابتل بتاع سما بعدها كومة جاب الاس سمول وفي الاخر جاب ايه جاب فولستوب ازا اللي جاب تحت ايه اجابة صحيح تمام number eleven in which of the following sentences يا جماعة مهم جدا تفهموا السؤال قبل ما تحلو في ناس ما تتصرع بولك في اي من الجملة الكتالية does the speaker ان المتحدث ask someone to help ميستر اشرف المتحدث بيس او بيطلب من شخص انه هو يساعد ميستر اشرف يعني ميستر اشرف هنا اللي هتتم هتتميله المساعدة يعني هو مفعول خيبكم حيطة مهمة قوي او لحده قولك ايه كان يوهل بميستر اشرف ده خلي بالك ده هنا ده اسلوب تعجب ومفروك ان سؤال اصلا متوجه لميستر اشرف يعني ميستر اشرف اللي هتساعد فدي غلط can you help ميستر اشرف هنا بقى بولك هل انت تقدر تساعد ميستر اشرف اذا ميستر اشرف هنا مفعول دي الاجابة الصح لتربيه طب نشوف c غلط ليه can you help come ميستر اشرف هل ممكن تساعد يا ميستر اشرف لا ده بولك ميستر اشرف فليتين مساعدت اذا انت غلط can you help ميستر وكوما اشرف لا هي كده الجملة غلط ينبولك هل تقدر تساعد يا ميستر اشرف لا برضو الاجابة هنا غلط يبقى لتربيه نمبر 12 اي من الجملة التالية does the speaker ask ميستر اشرف to help someone فيها بقى في جملة دي ميستر اشرف انطلب منه يتساعد شخص اخر يعني ميستر اشرف هنا ايه اللي المفضوع يوم بالمساعدة فهين يقول ليه بقى can you help ميستر اشرف ما نفس الكلام برضو مستغرب ليه متعجب هنا دي غلط وكما يقول له هل تقدر تساعد يا ميستر اشرف ومستغرب يعني can you help ميستر اشرف كده ميستر اشرف دي هات مفحول زي اللي خدناها من شوية هو مش عاوزوا مفحول ده عاوزوا هنا فاعل هو اللي هيساعد يبقى هنا هتبقى ايه can you help ميستر اشرف هل تقدر تساعد يا ميستر اشرف اذا لتر سي دي هتبقى الصحيحة لان ميستر اشرف هنا فاعل تبقى الاخرانية can you help ميستر جايب كومة اشرف برضو هنا مش مزبوط لمعنى بتاعة خلص number 13 which of the following is perfectly punctuated ايه ان الجملة التالية موضوع لها ايه علامات تركين بطريقة ايه بطريقة بيرفكت صحيحة زي يقولهم هنا اللي تريه يقولك ايه طبعا كروند هنا عايزوا لك تم تتوجها يعني طبعا هنا احنا قلنا لما اجيب اللقب زي كينج وكوين ورأي اسمه شخص باجيبه كابتل اذا ان دي غلط واللي بعدها برضو غلط لان نجيب لي برضو نفس الكلام كوين غلط فاضل عندي اللي السي و دي الكو فيها كابتل طب نكمل كده اي نيو اي نو دات كوين اليزابس وز كروند اينا اقولك برضو اي نو هنا الاتنين زي بعض بالضبط ما عاد حاجة واحد الناس اللي عندهم قوة ملاحظة القومة هنا بعد كلمة زات ولما حطوا قومة انا بفصل الكلام انا مش محتاجة افصل الكلام فبالتالي اللي جابة الصحيح هتبقى ايه هتبقى يبقى على طول ما فيش هنا فاصل ولا اي حاجة تمام يعني اي من الجمل التالية فيها علامات رقم صحيحة لما نركز برضو اول حاجة يقولك ايه هدولك الهرم الاكبر اولا الهرم الاكبر ده معلم اسم علم فحاجة مشهورة في العلم كله فبالتالي مفروض كانت جي كابتل والبي كابتل فالتنين ده غلط تمام نفس الكلام فاخر واحدة جاب لي جي سمول فدي برضو غلط تمام كده طب في كده فاضل عندي ايه فاضل عندي بي و سي انا بشغل بالنظام الاستبعاد او زي ما قلتلكم بينفع في حالات كتير قوي مشوف كده نكمل الجملة الايه لو تلاحظ كده هتحس ان الجملتين زي بعض بالزبط تقريبا ما فيش فرق بينهم في حاجة خالص غير كده ما واحدة بس لأيه الناس اللي عندها قوت ملاحظة هبصرف اس طبعا ما فيش هنا اقول العوالم لا يعني جامع علم يعني لا طبعا فروط تبقى ايه تبقى اللي جابة الصحة تبقى عند طبعا لان هنا دي هتخطأ تماما تمام يبقى دي اللي جابة الصحة ايه من الجملة التالية تها برضو علامات ترقيم صحيحة نركز برضو نشتغل بالنظام الاستبعاد لو الجملة غفاء كلمة خطأ في البنكتواشن طلحها بره والجملة بالتالي تبقى كلها خطأ نشوف كده لحد هنا تمام وعايزوا لمدرسة السنوية للبنين المفروب بذلك اللي اتفو يبقى السكندري برضو تبقى كابتل وسكول تبقى كابتل وبوي تبقى كابتل فدي غلط تمام ازا تمام هنا يبقى عندي هنا السكندري دي الحرف الاس ده وعرف الاس هنا برضو وكمان حرف البي بتاع كلمة بوي لان ده اسم اصلا المدرسة في اسم ايه مؤسسة بيقولهم تمام دي صح تمام بيقولي تربيه طب نشوف سي و دي الام كابتل بتاع مصر يبقى دي غلط مش هكمل بقى الام كابتل بتاع مصر الاس سمال هنا ودي برضو غلط وحتى البي برضو بتاع بوي تمام يبقى لي تربيه الصح نام برسكستين which of the following has the perfect punctuation اي من التالي لا علم الترقيم مثالية وصحيحة are you Egyptian مش ده سؤال اللي ايه مفرطبة كابتل طب are you Egyptian علمت عاكم ده سؤال مش ايه طب هنا letter c are you Egyptian are you Egyptian letter c دي صح تمام طب هنا are you وعمل لكم Egyptian دي غلط برضو نام برسكستين choose the sentence with the correct punctuation نام برسكستين I study languages at Cairo University أنا بردرس اللغات في كامعة القاهرة كلمة universally small دي غلط تمام I study languages at Cairo University دي جابة صحيحة لاني جاب لي كاملة صحيحة وكمان جاب لي كلمة languages كمان طيب I study Chinese اللي هو الصينية المفروض بس c captain فدي غلط لاني بول هنا Cairo University مفروض جنجاب لي برضو you captain تمام هنا ولك I study Chinese at Cairo University برضو نفس الكلام you برضو هتبقى كابتل تمام يبقى اللي جابة صحيحة عندها هتبقى تبقى letter B جايب لي هنا Cairo University جامعة القاهرة الاتنين الأول حرف من كايرو أول حرف من university الاتنين كابتل تمام نمبر اتين برضو نفس الكلام اختار برضو الجملة الصحية من ناحية المنكتويتشن نشوف كده president رئيس رحب بالملك عبد الله أول حاجة كده بي هنا سمول تبقى غلط لان الرئيس طبعا بتاع بلدنا جاب لي اللقب يبقى المفروض يجيب بعد اللقب اسم الشخص لما يجيه ويبقى لازم يكيت بقى كابتن تمام دي غلط برضو وحتى كلمة جوردون المفروض هنا على الفرجة دي هتحرف جي مش آي وجايبها فدي برضو غلط تمام اين كان بقى كتابتها أو طريت كتابتها تمام بعد كده letter B دي الإجابة الصحيحة لاني برضو جايب فيها كلمة اسم عالم زي ما قلنا تمام او جايب كمان كلمة اللقب نفس كلام برضو letter C هنا لبيه غلط برضو برضو غلط تمام ان احنا لنا اللقب لما يجور الاسم بجيبه او حرف منه طبعا number 19 choose a sentence with the correct punctuation اختار الجملة بتاع تركيم الصحيح we studied من اولها كده W small يبدي غلط we studied black beauty in prep 3 black beauty دي اسم قصة مفروض ما تجيش small يبدي برضو غلط we studied black beauty in prep 3 لدي إجابة صحيحة عليه او الحرف capital واسم القصة زي ما او الفيلم او رواح نقولنا قبل كده نبتيجي ايه او الحرف من الكلمة بتاعتها كابتال طب والاخرانية جاب لي black in a small برضو غلط number 20 choose a sentence with the correct punctuation اختار الجملة تمام اللي فاهم punctuation صحيح this film is cold الفيلم داي يسمى million dollars baby ده اسم الفيلم اعتقد اللي جاب دي صحيح this film is cold ما ينفعش اجيب هنا ايه كومة لانه كده بفصل تمام million dollars baby برضو نفس الكلام غلط this film is called million او a million دولار هنا million بقى million دولار baby نفس الكلام برضو الجملة دي اعتقد هنا جايب لي هنا دولار وجايب لي baby small لا دي غلط طب هنا this film is called million الام small ما ينفعش من هنا ده اسم فيلم في التالي المفروض الحرف اول حرف من كل كلمة في كابتال ودي غلط برضو يبقى لجابة صحيح هتبقى letter ايه زي ما قلتم من شوية this film is called million dollar baby number 21 which is the following has a perfect punctuation ايه جملة تالية في تركيم صحيح انا اول ما شفتو جملة اللي امحت حاجة ان فدي غلط ليه بقى دي غلط اول احنا قبل كده ان الكلمات الهامة بجيبها الحرف بتاعها كابتال تمام هنا اقول لك have you ever read one hundred and one nights دي صح have you ever read one hundred and one nights جاب له هنا نفس الكلام برضو او نفس الجملة تقريبا بالزبط بس هنا في الجملة ايه لها letter b اعتقد دي هتبقى صحيحة طب letter c ايه الخطأ فيها الخطأ في letter c ان اي جاب لك حرف ايه كابتال بتاع كلمة and وهنا هنا ان فيه كلمات بتبقاش هامة في العنوان او كلام ده كله ما نجبهاش كابتال زي حرف الجر وزي and وزي or وكلام ده كله letter d have you ever read one hundred and one nights طبعا دي هت اجابة برضو ايه اجابة خطأ اللي ان اي جاب لي في الاخر نقطة مفروح ان نجاب لي علامة السفهام تمام مفروض يقول لي هنا الام مفروض بها بها دي غلط طب التانية مصر فاكرين مرسيدس مش جيت مركة مشهورة والمركات المشهورة بنجيبها كابتال تمام ايه دي برضو غلط بين الام غلط حتى جاب لي في الاخر لك ايه بيمي دابلو جاب برضو سمول هنا ودي برضو غلط طب مصر اعتقد دي هتبقى اللي جابة الصحيحة اني جاب اسم اسمائي للمركات الحرف بتاعها كابتال طبعا هنا الجملة دي هتبقى ايه طبعا دي هتبقى نفس الجملة تقريبا اللي فوق بالزبط ما عادة حاجة واحدة انه اجاب الام اسمال والدابلو اسمال خطأ برضو برضو تستخدم الايه او اختر الاجابة او الجملة اللي فيه صحيح يعقوب طبعا هنا اختصار البلد كتبه صح واللي بعدها برضو جاب بينه نقط ودي برضو صح والاخير جاب للأصل الكلام نفسه فبالتالي اي بي اند سي التلتة صح انا من مصر انا مصري طبعا مصري اختصارها كان ايه ا ا ا ا ا ا ا تمام ارب ربابلوك اف ايجبت يبقى لتر سي اختصار لكلمة اختصارها يبقى لازم يبقى حرف كابتال اللي اتنين يبقى لتر دي سي في تمام نمبر تيرتي ون نقط از ان اكرونيم فور او ماي جاد الاكرونيم قلنا بناخد اول حرف من كل كلمة في التعبير بتاعني يبقى ال او والم والجي بس يجب ان يكون كابتال يبقى لتر ايه تمام نمبر تيرتي تو اختار اللي بقى الجملة اللي فيها علامات رقم صحيحة لتر ايه بيقولك ايه خليبك بقى احنا قلنا قبل كده ان الكلام داخل علامات التنصيص لو كان مقسوم على جزئين الحرف اللي موجود في الجزء التاني بيبقى فبالتالي اقول واحدة غلط عشان يديه هنا كابتال تمام طيب ازا ان دي الاجابة الصحيحة طب قولي ترسي خباك وواي هنا جاب لها علامة صفان فتا خطأ تمام طب قول اخرانية ما جابش بعدها عشان يكمل الكلام او يسمي الكلام على اتنين بيبقى اللي برضو خطأ يبقى الاجابة صحي نجمع اختار الجملة اللي في علامة ترطم صحيحة او الوحدة هنا مفروض كان جاب لي علامة استفهام لان في جزء التاني قال لك فبالتالي الجملة دي غلط عشان ايه عشان انا مفروض في جملة ده في الجزء ده كان جاب لي نعمة استفهام تعاملين السؤال من فصلنا عن بعض هنا جاب لكما لا ده مفروض ما كانش جاب كما كان بعلامة استفهام دي خطأ برضو جاب لي المراد عملت استفهام فبالتالي جملة دي صحيح يبقى اللي ترسي وما اللي ترضي غلط ليه لانت استفهام وقاب هنا يفرض اللي تبقى كابتل لان هنا الجملة مش مقسومة على اتنين زي الجملة اللي فات لا لدي جملة تم من فصلين تمام يبقى لازمة تبقى كابتل بلتالي ترسية لصح number 34 choose the sentence with the correct punctuation لأني أقول لك stop I said نقول له توقف أنا أقولت لك الكلام ده فرضي مفروض بفيه هنا كما داخل الأقوى زي خطأ stop لس small برضو زي خطأ I said طبعا هنا اللي ترضي أو اللي ترسيلي أول stop I said اللي ترضي stop وجاب لكما I said اللي جاب الصحيح طبعا هتي بديت لان كل فعلا من الترقيم صحيحة ومستخدمة بطريقة صحيحة number 35 طبعا هنا الان هنا small تمام and that she will win وين الاس small اللي إجابة دي هتبقى هي الصحيحة جماعة طب ليه اللي بقين غلط ركز معي بقى المفروض هنا يا بتقول الكلام اللي قالته بالتالي الان هنا مش بحتاج انها تبقى and that she المفروض الاس هنا تبقى لان الكلام كله مرتبط ببعضه ما فصلوش عن بعضه تمام letter c not over نفس الكلام برضو زي اللي قبلها بالزبط واللي فوق ما كانش فيها كما دي حط لها كما فبرضو خطأ طيب letter d not over جاب هنا كما and that جاب كما كمان she will برضو نفس كلام دي خطأ يبقى اللي جابة صحيحة عندي هتبقى letter a احنا كده وصلنا لآخر المحاضرة بتاعت النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك الفيديو